رسالة الثانية وهي رسالة قريبة من الرسالة الأولى إلى المتزوجين والمتزوجات حاول أن تحترم والدي زوجتك لا تذمهم لا تنتقدهم لا تعيبهم لا تسقط قدرهم ولا مكانتهم أنت كذلك اجعل والده و اجعل والدته في أعلى عليين في الدرجات العليا و إن كانوا قد أخطأوا و إن كانت فيهم ما فيهم من الأخطاء إن كان فيهم شيء فما أروع السلامة و هذا ما سوف أذكره اليوم في الحلقة لو كان بعضهم يصدر الطاقة السلبية يصنع الإشكالات و الاستشكالات و التسلط كيف أتعامل معه قد ابتلى بوالد الزوج متدخل معنا في كل صغير و كبير قد ابتلى بأمة متدخل معنا في كل صغيرة و كبيرة قد يبتلى الرجل اليوم التفاهم كل مع أمها قد يكون التفاهم مع أبوها طيب ماذا يفعل الإنسان إذا واجه مثل هذه الظروف و هذه سنة من سنن الله الكونية و كذلك القدرية فقد يقدر الله عز و جل عليك أم لزوجتك تكون جنة لك في الدنيا و هي أم لك ثانية و قد تكون غير ذلك طيب كيف يمكن أننا نفهم هذا الأمر كيف يمكن أننا ندرك هذا الأمر و كيف نتعامل معه لكن يبقى أننا لابد أننا نحافظ على هذا الرزق و كيف نطوره و كيف ننميه و كيف نحافظ عليه هذا الرزق من الله عز و جل ليس بالأمر الهيئي لأن نتركه الخلق ينمو و الأدب ينمو و كما أن الزرع ينمو فلا بد أن تستذكر أن هناك ثمار أنت مستحيل أن تقطف الزهور من الشوك و لذلك ما أروعك و أروع حياتك عندما تتذكر أنك ترث أفضل القيم و أفضل الأشياء من أولئك الناس و تتذكر محاسنهم حتى تستشعر لقد بر علينا عيد الأضحى و كم وردتنا كثير من تهافت الناس على الأضحية و الحرص على الوالدين و بذل الخير لهما إن من أبر البر أن تبر والديك في الحقيقة أن تقدم لهم صورة مشرقة من برك و إحسانك و عطفك و تآلفك و تراحمك و ذكرك الحسن المبارك الحقيقي عندما ترى ذلك